لدى استقبال سموهي لممثلي الكتل النيابية الذين رفعوا الشكر لسموهي على التعاطي الإيجابي الفوري للحكومة مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على تعاون الحكومة المطلق مع مجلس النواب في كل من شأنه الحفاظ على المال العام والرقابة عليه واستخدام المجلس للأدوات الرقابية التي كفلها الدستور له ولن يجد المجلس من الحكومة إلا التعاون في سبيل قيامه بدوله الرقابي والتشريعي وأكدت الكتل النيابية على ثقتها بأن الحكومة لديها الأدوات التي تجعلها قادرة على وقف أي تجاوز ومعالجته ولن تسمح أبدا بأن يصل لمرحلة الفساد فلما كان لفاسد في حكومة يرأسها صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة فيما أشار إلى أن ما يثار في وسائل الإعلام المختلفة من تأجيج وتصريحات مثيرة لا سيما تلك التي تصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تتعمد إلى التضخيم والمبالغة وانتقاص دور النواب الرقابي في الحفاظ على المال العام لا يعكس الواقع الذي يطلع به النواب وقدر التعاون الذي تبديه الحكومة معهم وخلال اللقاء أكد سموه أن الحكومة تدعم عمل كافة الأجهزة الرقابية ومنها مجلس النواب لحرصها على الوصول بالأداء الحكومي إلى الأسلوب الأمثل وبما يضمن أفضل استغلال للأموال العامة لخدمة التنمية وشدد سموه على أن السلطة التشريعية التي تستمر قوتها من الشعب لها كل احترامها وتقديرها ومن الحكومة لن تجد إلا كل تعاون ومن يسي إليها فهو يسي لشعب البحرين الذي اختار أعضاءها بإرادته الحرة وأشد سموه بإسهامات الكتل النيابية وعطائها الواضح في الشأن السياسي خاصة والمسيرة الوطنية بشكل عام وأكد سموه ضرورة أن تتوحد الكلمة فالهدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطن وعلى الكتل النيابية مسؤولية كبيرة في هذا الجانب لأن الشأن الوطني تطلب شراكة الجميع للوصول إلى التطلعات المشتركة لسلطتين التنفيذية والتشريعية من جانبهم أشاد ممثل الكتل النيابية بالدعم الكبير والملموس لسموه في دفع التعاون الحكومي البرلماني كما أشاد بالاهتمام والمساندة الذي يليه سموه للعمل البرلماني والكتل النيابية وتوجيهات سموه للوزراء والجهات الحكومية بالتعاون البناء الذي يدفع بمسيرة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مشهدين بالإنجازات التي تحققت في مملكة البحرين بفضل جهود سموه ومتابعته الحثيثة حفظه الله وعربت الكتل عن تطلعها لأن يحذو الوزراء وحذو صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في متابعة سموه الحثيثة لأمور المواطنين وكل ما يختص بدفع العمل والتعاون الحكومي البرلماني